أهلا بكم مجددا معكم نوريا سعالي من ودون التعلم معناو في فيديو اليوم سأقوم بإضافة فيديو من اليوتيوب لإحدى مقالات وورد بريس باستخدام محرر وورد بريس الجديد محرر جوتنبرغ فسأذهب إلى كل المقالات وأقوم بإضافة مقالة جديدة وسأقوم بتسمية هذه المقالة حلقة جديدة من مسلسل النمر الوردي وهنا سأقوم بالنقر على إشارة بلس هنا أو يمكن إشارة بلس هنا لا مشكلة لإضافة مكون جديد وسأقوم بالنقر على تضمينات من هنا سأختار تضمينات وسأختار أريد التضمينات من اليوتيوب فإذا سأقوم بالنقر على اليوتيوب ومن هنا أقوم بإضافة رابط اليوتيوب الذي أريد أن أقوم بتضمينه في هذه المقالة وأقوم النقر على تضمين فهكذا تم تضمين هذا الفيديو الآن يمكنني تحديدها الأريدو مثلا أريدو أن يكون هكذا بهذا الشكل في المنتصف أيضا يمكنني إضافة نص بسيط أدنى الصورة أو اسم توضيحي لهذا الفيديو فهذا حلقة جديدة مثلا أو اسم الحلقة وسأقوم بالمعاين النشر وأنتظر النشر والآن يمكنني النقر هنا أو مشاهدة المقالة وهذا هو الفيديو فإذا قمت بإضافة فيديو جديد من اليوتيوب ووضعته على مقالة وورد بريس باستخدام محلل كوتنبير فإذا هذا كله للفيديو أتمنى أنه كان مفيد وألقاكم لاحقا